موسيقى 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 مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدا برنامج كلام في الرياضة كل عام وأنتم بخير كل عام وسوريا بألف ألف خير والرحمة كل الرحمة لشهداء سوريا الأبرار بعد شهر رمضان المبارك وبعد الأعياد كل عام وكل سوريا وكل أمهات سوريا بألف ألف خير الدوري السوري لكل القدم انتهى بعد فوضى عارمة في هذا الدوري وفي النهاية تشرين بطلا للدوري للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة تواليا أيضا كان هناك صرع الهبوط ما بين الأندية طبعا أنديت حطين وجبلة وأيضا نوعير والحرجلة لكن كل هذا انتهى أيضا ببقاء حطين بالدرجة الممتازة هذا الكلام على أنديت اللاذقية التي كانت عبر الزمن عبارة عن تاريخ مرصع بالألماس سواء على مستوى الفردي النجوم أو حتى على مستوى البطولات جبلة بأربع بطولات وأيضا أصبح اليوم تشرين بالنجمة الخامسة بطولات الدوري السوري لكل القدم وفي السنوات الأخيرة كان هناك سيطرة واضحة بالنسبة لأنديت الساحل سواء تشرين أو حتى جبلة عندما نال كأس الجمهورية الموسم الماضي كيف عاش السوريون كيف عاش الجمهور الرياضي كيف عاش الأعلام الرياضي خلال هذا الموسم وخاصة بعد طبعا إقالة اتحاد لكل القدم ومجيء اللجنة المؤقتة التي كان لها دور كبير في موضوع الفساد وأيضا موضوع التخبط في الرزنامة في الدوري السوري لكل القدم أحاديث كثيرة كل ذلك لكن بعض الفاصل من جديد مشاهدي الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام لحلقة اليوم معي في الاستوديو الدكتور ثائر توفيق حسن الصحفي والناقد الرياضي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا استاذ أحمد يميت هلا نور أهلا استاذ أحمد أي شيء طريق لا تكون نور بعد النيل بطولة الدوري خامس لشوه بطولة الدوري وأنت التشريني الأصيل أنا بعرف يعني الدكتور ثائر يعني حوالي عشرين خمسة وعشرين سنة وأنا بشوفه طبعا هو كان قبلي كمان يعني صراحة يعني لكن أنا كنت متفرج لكن هو بالعمل الإداري والعمل الإعلامي كان مرافق تماما لتشريني أهلا وسهلا فيك مرة جديدة أهلاً أستاذ أحمد حبيب قلبي أهلاً سأكون مع بعض من ألمانيا مدير موقع اللاعبين السوريين المحترفين جاهز سكايب ولا جاهز على كل حال أيضاً معي من ألمانيا مدير موقع اللاعبين السوريين المحترفين الأستاذ ليس بيرقدار أستاذ ليس كيف حوالك؟ أهلاً وسهلاً فيك أستاذ أحمد برحب كمان بضيفك الكريم وبكل المشاهدين اليوم بالفعل كل التشارن اليوم نورين بالنجمة الخامسة البطولة المستحقة وأكيد ألف مبروك لنادي تشرين ولكل جماهيره أهلاً وسهلاً فيك أخي ليس طبعاً إطلالة جديدة بالنسبة للشباب الموجودين في أوروبا وأيضاً نستفيد من خبرتهم بمجال الإعلام الرياضي وأيضاً بالكرة السورية أريد أن أرى الدكتور وسعادته ببطولة الدوري والنجمة الخامسة إلى تشرين بصراحة سعادة ما فيه بعد سعادة هو غاية الدوري هو يكون فيه تنافس شريف وينال البطولة للفريق اللي بيستحق أنا بشوف أن تشرين بهذا الموسم كان الأمياص كان الأجدر وكان الأقدر أنه يكون متوج لذلك بتلاحظ أنه حسم الدوري قبل نهايته بأسبوعين وكان يفترض يحسم قبل 3-4 أسابيع ولو لبعض التعكيسات اللي حدست بس بشكل عام كتير كمان فيه غصة على اللي حدث بالدولة السورية من انسحابات من خلل كتير تنظيمي من تخبطات كتير في اللجنة المؤقتة مشاكل كتير عديدة فهيدي كتير كتير هو نفس الاتهامات اللي طالت نادي تشرين بأنه يعني كان مساعدة كبيرة بالنسبة لبعض الإدارات وبعض الأعضاء التحدة الكويت القدم في سوريا وأيضا بعض من تحت لتحت اللي بيقولوا من تحت الطاولة أنه والله ساعدوا كتير لتشرين حتى تطبطوا الدولة أنا أستغرب تماما أنه الفريق الوحيد دائما يجتهد بشكل كبير ودائما الجميع يتحدث عن أنه تشرين له علاقات وإساطات أو غير ذلك أنا أتمنى أن أرى أين بأي مكان بأي نقطة أنت تعرف إذا لم نعملنا شيء في دعايات كتير وشائعات كتير فكيف إذا أنت تكون متورط أكيد الحقائق كانت كل الناس أبرزيتا وكل الناس كانت حكيت عنها أنا برأي هذا فقط حسد كتير كبير لنجاح عمل الإداري يعني البطل دائما وينما راح بيكون ملاحق وموضوع البساد يعني ريال مدريد اليوم أيضا عم يتلقى كتير اتهامات محابات حكام وغيرها بس أنا شفت كتير إن ظلمنا بكتير أماكن ومثل ما نظلمنا بكتير أماكن حدثة أخطاء تحكيمية وممكن تكون إنسانية وممكن تكون لا بكتير من المباريات أنا ما بحب أتهم بالعلن إنما ولا بالخفاء دائما إذا ما في حقائق ما بحب أتكلم عن أي نقطة إنما بشكل عام بتشرين كتير تعرضنا لظلم بكتير مواقع بكتير نقاط بكتير مباريات بس ما كان هذا الموضوع هو حج لإلنا أمام عدم إحراص بطول الدوري كنا دائما نطلع أقوى الضربة اللي ما بتقص الظهر دائما بقوين يعني استقبلها بهدوء تشرين يعني بأعصاب هادية بدليل حدثة عدة مشاكل ما لاحظت تشرين ولا مرة تعامل إلا باحترافية تليق ببطل الدوري لم ننسحب من أي مباراة اعتراضاتنا كانت دائما ضمن الأمر المعتاد في أوروبا وغير أوروبا كيف يحدث يعني أنا بشوف أنه تشرين هذا الموسم كان أميز من الموسم الماضي ومن اللي قبله تشرين في هذا الموسم قدم أداء كتير جميل أمتع الجميع أنا بدليل بتلاحظ بكل الأندية عم يحكوك أنه نادي تشرين يستحق البطولة اللي تتويش فيها وهذا الكلام يعني دكتور يعني أكد عليه بعض خبراء رياضة وحتى لعبين سابقين بسوريا أستاذ ليث يعني كونك مدير موقع اللاعبين السوريين المحترفين للاعبين السوريين المحترفين طبعاً ردة فعل الموقع وردة فعل مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا على بطولة الدوري لنادي تشرين وكيف كان الموسم من خلال مشاهدة ومتابعته على أنا بس بدي أكد على الكلام اللي قاله الكابتن أنا فعلاً بشوف أنه بطولة الدوري هي مستحقة تماماً لنادي تشرين وبالنهاية ذهب الدوري للفريق الذي يستحقه اليوم نحن أنا بحسب تصور أنه نادي تشرين جمع كل عناصر المعادلة لحتى حققها النتيجة اليوم نحن أذا بدنا نحلل تتويج تشرين مجددا بالبطولة ومحافظته عليها وتعزيز خزائنه بالنجمة الخامسة اليوم عنده استقرار إداري بوجود إدارة ناجحة وأيضا مستقرة اليوم في عنده كادر تدريبي بقيادة الكابتن طارق جباني اللي أثبت مجددا علوه كعبه اليوم في عنده أيضا تشكيلة مميزة من اللاعبين اليوم في عنده دعم جماهيري يعني جارف في عنده أيضا استقرار مالي بوجود السبونسر ووجود السبونسر هو أيضا أنا بحسب تصوري هو نجاح إداري الخلل الوحيد يلي كان أنا بتصوري ممكن يشكل عائق عن فريق تشرين هو عدم وجود دكة احتياط يعني نوعا ما فينا نقول هي بذات سوية الأساسيين ولكن يعني رغم هاي المسألة تشرين كان في عنده نفص طويل وانتزع البطولة يلي بيستحقها فأكيد منبارك لون أما الكلام يلي هلأ هو عم يقال عن نادي تشرين قيل بوقت سابق على نادي الجيش ولكن أنا برأيي توج الجيش بالسابق بالبطولة لأنه بيستحقها واليوم توج نادي تشرين بالبطولة لأنه بيستحقها حتى نكون منصفين أنا جري على كل حال يعني دكتور أنت صاحب الأسرار الخفية في نادي تشرين ودائما تقوم بإطلاع الجمهور على ما حصل للنادي خلال مسيرته في الدولة يعني هلأ في ملاحظة عم يقولها لأستاذ ليس عم يقول أنه كانت دكة الاحتياط فقيرة هلأ بهالنطة هاي شو رأيك فيها؟ أنا بدي أكد تمام وبيدي أوجه له تحية للأخ ليس وكلامه منطقي لما بتاخذ البطولة دائما بدأ يصير لغط وكلام على البطل دائما دائما فعلا الجيش وكنا دائما نقول البطولة خلاص محسومة للجيش ومثل ما هلأ تشرين ثلاثة سنين أمر طبيعي تولد ردة فعل عند الآخرين وإن شاء الله تكون تولد حافز ما تولد شائعات مغرضة هون وهون أما بالنسبة لدكة الاحتياط أنا أكد لك ما كان في عنا دكة نهائيا ما أنه قريبا من الأساسين حتى ولا يوجد العدد الكافي للأسباب اللي من خلال الكلام الأخليص لازم يكون عرف ليش لأنه بالزهاب وعدنا من حمشو أنه يبعث شركة راعية وعدنا من عدة تجار كبار وشركات كثيرة وعدنا ووعدنا وكله أخل وتهرب من دعم نادي تشرين يعني كله وعد على ورق وتحدثنا أنه كأنه في توجيه أنه تشرين أو بالهواء يعني مو على ورق أنه تشرين يا أخي ما تدعمه هذا الموسم كل الشركات الرائية تهربت في حين كانت عم تكب المليارات في باقي أندية العاصمة وغيرها هذا الموضوع سبب إرباك هائل مادئ نادي تشرين دخل بصفقات كبيرة على أساس أنه الشركات الرائية رح تتهافت أنه بطل الدوري وعنده مشاركة آسيوية والمصلحة تتطلب أنه تكون أنت ترعى نادي يشارك آسيويا بطل دوري صاحب أكبر جماهيرية في سوريا وقد تكون في الوطن العربي فتهربت الشركات وقعنا في مطب كبير فبدأ اللاعبين أمام العروض التي أجتهم من الخارج لا قادر تشرين يدفع ولا قادر بذات الوقت يمنعهم من الفرص الألون فغادرنا عدة لاعبين أنت بتعرف كامل أحميشي بتعرف أنه عبد الرزاق ومجموعة لاعبين غادرت وما قدرنا نحنا ندفع المصاري لم يكن هناك قدرة مادية على إبقاء هؤلاء والوقوب بوجه العروب كيف توقع في وجه العرض لما بتدفع لللاعب ولو 70% من عقده 50-60% كنا بحالة إرباك مادي هاري هذا الموضوع أدى لأنه الدكة تكون ضعيفة كثير كثير وحتى الأساسيين كانوا في حالة إرباك قبل دخول الشركة الراعية دير ميكسل أنت بتعرف بالإياب بدأت بأواخر الزهاب وفترة الإياب هذه الشركة أعادت الاستقرار أعادت السيقة أعادت اللاعبين أنه يعطوا بطاقة كبيرة وقدرة كبيرة أنت بتعرف الوضع الاقتصادي هو السبب الدكة وليس التقسير الإداري كان حال بقيت الأندي في سوريا لكن أتوقع كان الحظ معهم شوي بالإياب أنه هناك سبونسر وقاد العملية بشكل جيد حتى سبونسر ما أجانا نحن للعلم سبونسر من شركات معينة لو لم يكن تشريني يعشب تشرين ويجلس على مدرجات الراعي وبدليل أنك حتى الآن لم نستطع أن نظهر الراعي إعلاميا هو يجلس بين الجماهير ما في منصة بقاطفية ما في كذا رجل يعمل لنادي تشرين يمتعه نجاح نادي تشرين هذا الكلام دكتور دائما كنا نحكيه أنه إذا يجي مستثمر أو يجي داعم لأي نادي في العالم وليس في سوريا أنه ما يدخل بأمور فنية أو يدخل بأمور لعبين أو حتى مدربين هذا اللي حصل يعني بتوقع بشكل عام أستاذ هذا الداعم يدخل على طريقة لما يبدأ رأيه مثل أي تشريني عاشق لتشرين مثلا لو عنا باكيامي لو عنا كذا لو مشان مثلا مثلا إنصاب الريحاوي معقول لو ما في بديل بيسويته يأثر علينا الريحاوي بدليل عمل إرباق غياب الريحاوي فالتساؤلات الرياضي إنما بيفهم وبتعرف بوجود إدارة خبيرة يعني خلينا نكون منطقيين طارق زيني طارق زيني أبدع الأستاذ طارق زيني حقق معادلة كتير صعبة أنت هل تعلم ماذا يعني الصبر زهاب بأكمله لا يوجد شركة راعي وهو عم بقيس الطرقات إلى دمشق حلب حمص دون وجود أي شركة راعي والجميع يعد ثم في اليوم الثاني مباشرة ينسحب ما بده أنا هو رئيس نادي فالتالي مسؤوليته طبعا مسؤوليته واجبه بس بقصد أنا في حالة من أحباط عند أي شخص آخر أخي أنا من وجد ما أنا قادر أستمر هو تمسك بالأمل حتى جاء الأمل والأمل كان كبير جيد أخي ليس يعني ممكن أنا أحقق بقول بهذا موقع المحترفين السوريين يعني كيف بتشوف حتى المحترفين السوريين اللي طلعوا خاصة من نادي تشرين هل يقدمون أداء جيد يعقس صورة صحيحة للكرة السورية في الخارج؟ أنا بس بدي أقول كمان يعني إجابة على سؤالك الأول وهلأ استكمالا للسؤال الثاني أنا لحنا أحيانا كثير بيجينا الردود أفعال من لاعبين خلينا نقول سوريين مختربين أو من لاعبين أجانب من بعض علاقاتنا أنه على صور جمهورنا هذه تشرين بالذات والله إجتني أكتر من مرة أنه هل هي الصور يعني جديدة من سوريا أو هل هي الصور قبل الأزمة هذا الفريق بأي مدينة شو اللي عم بيصير هاي المباراة شو موناسبتها ففعلا جمهورنا هذه تشرين راسم صورة كتير حلوة وأنا برأيي كان جمهورنا هذه تشرين فعلا الأميز بهذا الموسم وكان هو أحد عناصر نجاح هي المعادلة خيارات اللاعبين الحقيقة السوريين بهذا الموسم لناحية الاحتراث الخارجي برأيي لم تكن خيارات موفقة حسب تصورنا وحسب متابعتنا بالعدة عوامل على مستوى ممكن تكون الدوري اللي هن توجهو له ممكن تكون الفريق ولكن هي ماديا ممكن تكون يعني مجدية أكيد لحنا بنتمنى لجميع التوفيق بدي بس عقب على نقطتين يعني استكمالا لكلام الكابتن بالفعل أنا من باب علاقتي بالكابتن وتواصلي ومعرفتي بالكابتن طارق زيني والله ما عم بحكي هذا الكلام بس مجرد كلام لي وقال لا بعرف تماما قديش أتعذب وتعب لحتى هو أمن سبونسر للفريق وأنا مثل ما قلت يعني وجود سبونسر هو أحد يعني يصب أيضا بخانة النجاح الإداري لأن الإدارة هي مسؤولة عن وجود السبونسر وياللي بدي أقوله كمان فعلا تأخرت هاي التعاقدات نتيجة تأخر وجود السبونسر فالسبونسر أيضا هو أحد العناصر الهامة لوجود هاي البطولة ولا التتويج بالبطولة فاكتملت كل العناصر فحضرت البطولة أنا برأيي لو أحد هاي العناصر ما كان موجود تشرين كان ممكن بنسبة كتير كبيرة أنه ما يكون متواجب اللقب ولكن وجود كل هاي العناصر أدى لتتويج تشرين المستحر على كل حال بدي أرجع للمبارات الختامية والمباريات الختامية اللي حصلت بالدورة طبعا في المرحلة الأخيرة كان هناك فوز لتشرين على الفتوى بهدفين مقابل للشيء أيضا فوز حطين على الحرجالة بهدف مقابل للشيء وأيضا الكرامة على الجيش بهدف مقابل للشيء طبعا اتنين بهالنتيجة يظلوا بالدرجة الممتازة أيضا هناك فوز للطلع على الاتحاد أو أهل حلب بهدفين مقابل هدف واحد النواعير وعفريم والهم سواء بهدف لهدف وأيضا الوثبة على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد دكتور يعني المبارات الختامية كانت هي مبارات احتفالية بالنسبة لتشرين ما بين الشيء والفتوى ورغم ذلك كان هناك فوز من نصيب تشرين بهدفين مقابل للشيء أعتقد الحافز من هون ومن هون خلى المبارات احتفالية بحتة بالتأكيد الفتوى بدأ مباراته مع تصفيق حار من جمهور تشرين لسبب انه التزم بتعرف الكل يتابع عبر الانترنت والمواقع تواصل اجتماعي ما يحدث مثلا ريال مدريد حاسم بطول الدوري يعملون ممر شرفي بانجلترا بكل الاماكن واللي حدث انه فريق الجيش مثلا مع تشرين ما عمل ممر شرفي ومحسوم الدوري الفتوى بالبادرة اللي اعلن عنا احتراما لتشرين وبطولته للدوري وغيره من نقاط كتير صغيرة انه محساسة عند الجمهور العاطفي يعني جمهور تشرين جمهور كبير جمهور كتير كتير طيب يعني انت بتلاحظ اذا بتتقدم اي بادرة باتجاه جمهور تشرين بردة بشكل اكبر فكتير كانت الترحاب بنادي الفتوى كتير كان احنا خاصة بعد الاحترام بالممر ولاسيما انه الفتوى في منطقة امنة وتشرين حاسم الموضوع وكانت المباراة هي للمتعة احنا اعتبرناها بدنا نشوف لقطات من المباراة الختامية دكتور ونشوف يعني حتى موضوع انه كيف الجمهور كيف اتى باعداد هائل يعني فوق تلاتين الف متفرج كان في ملعب الباسف كل الهدية كانت موجودة في ملعب الباسف وانا باستغرب ليش ما كانت على الهواء مباشرة لانه كانت بالتأكيد رح تكون نقطة مضيئة كتير للرياضة السورية بهالمرحلة هاي بطلة الدورية وتوج على الطريقة الاوروبية يعني انا كتير كنت متمنى لو ما نقوله هلا الصور يعني اللي عم نشوفها هي من تتويج الفريق وشوف الجمهور يعني والله شي رائع يعني الجمهور الرائع وخاصة الاستاذ فراسم على اشابي جمهور يعني من الجمهور على فكرة انا كتبت بالزاوي اللي بعتها وعلى صفحتي بالجريدة الخبر انا كتبت انه الاستاذ فراسم على فجأة شال تليفونه وصار يصور المنظر ايه ابهروا التصمير طبعا هون يمبين امين فرع الحزب يعني الاستاذ فراسم على الامين فرع الحزب ومجموعة من الاستاذ ايمن احمد يعني ايضا من شد على ايضا الو فضل كبير كتير الاستاذ ايمن احمد بجوانب ايضا كتير مهمة مع الرياضة اللازقية وغيرها شوف اللقطات يعني كتير يعني شو حتى تجاوب الجمهور مع اللوحات اللي كانت موجودة بالبحث الدكتور لاحظ رفيقة كمان تهاني لم تغيب نهائية تهاني رفيقة تهاني جليحة كمان مقابة نهائية مقابة نهائية يعني اخي ليس يعني عم تشوف اللقطات شو شعورك كنت عم تشوف فيك مشهد اللو تتويج فريق تشرين يعني جمهور تشرين جمهور عظيم الحقيقة وفعلا كان داعم رئيسي لفريقه اليوم هي هاي رسالة لكل جماهير للاختداء فعلا الاختداء بجمهورنا تشرين اللي هو عم بيكون داعم للفريق كل فريق بيخسر كل فريق ممكن يتعادل بمباراة مهمة ممكن يضيع مباراة مهمة يخسر فيها ما يتوفق بالنتيجة ما يتوفق بالأداء بمباراة معينة اليوم الجمهور لازم يكون داعم للفريق فعلا جمهور تشرين كان داعم للفريق بكل مراحل المنافسة فأنا برأيي فعلا جمهور تشرين جمهور عظيم وهي دعوة لجماهير كل الاندية بالاختداء بجمهورنا تشرين جيد دكتور حتى موضوع اللاعبين يعني بيقول لك انه بيحلم كل ناعب في سوريا ويلاعب قدام هايك جمهور استاذ نادي تشرين بوابة أي لاعب نحو القاسيوي انت بتلاحظ ان اللاعب يكون برا ما بتثبط الأمور معه بالنادي اللي فيه بيرجع على تشرين بيعمل موسم أمام جمهور تشرين أصلا جمهور تشرين أكبر مسوق لأي لاعب كان جمهور تشرين وفي بشكل كبير للاعبي لذلك بتشوف اللاعبين بيرضوا بعقود أقل مع نادي تشرين من باقي الاندية لأنه هايك جمهور وهيك ترتيب هلأ انت اللي تفاجأت الساد فراس مع الله بهذا هايك مشهد يعني مسلا ما توقع على الاطلاع لا 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 ما توقع تحضير مسلا تحضير هائل جمهور مستعد يعني كانت اللوحة لوحة هائلة يعني أنا عنا هلا في مدرب التونسي اللي بجبلة صابر نعم كابتن صابر يعني عم كله أنا شوف عم فرجيني لطات بتونس تماما تماما نحنا عنا وممكن نكون متجاوزين فرغم أنه فترة الإعداد ما كانت طويلة للمباراة للاحتفال بهاي الختام بس أنا بشكل عام برأيي أنه الجميع أبهر لذلك أنا كنت متمنى التلفزيون السوري ينقل على الفضائية كان لأنه الجميع كان راح يستمتع والكل راح يتفاجأ بهالأداء والله فعلا كانت صورة هيك يعني الخارج أنه كانت فعلا من هل على كل حال طبعا بعد المشاهد الحلوة اللي شفناها بالنسبة لتدويج راح نروح ونشوف تقرير للزميل أحمد قاسم عن تلك المباراة نشوف التقرير ونرجع موسيقى اشتركوا في القناة بالبغلة الفرح بعد الشيء اللي قدمتو هالمحافظة بالظروف الصعبة اللي مرينا فيها بسوريا نحن نتمنى دائما يكون فيه انجازات لمحافظة اللادخية لانه هالمحافظة تستاهل تكون فيها رياضة على اعلى المستويات تنقل صورة الرياضة الرياضة الحضارية اللي نحن عم نسعى نشغل حتى نوصل الصورة الحلوة للرياضة الى خارج القطر ان شاء الله بهالبطولة الاسيوية الاستحقاق القادم نورجي العالم من هو نادي تشرين من هي محافظة اللادقية من هي الرياضة بشكل عام بسوريا نحن ان شاء الله رح نمثل سوريا بصورة تليق بسمعة الرياضة السورية نهدي الفوز بالبطولة الدوري بتحقيقها اللقر بالثالث عدوالي نهدي لجمهورنا الغالي اللي عم يكون موجود لانه بيستاهل هالفرح من دون صبر من دون تضحيات لا يمكن تصل هذا الشيء انت شفته اليوم من احتفال تتويج لعمل الكادر اللاعبين ادارة الجمهور براينا بدغوطات كتير كبيرة بدغوطات عم استوى انك تبقى محافظة لشخصية البطل اليوم التشرين بطل لموسمين سابقين بدك تقاتل باسم النادي لاخر لحظة بشخصية النادي لحتى تقدر تحصم اللقب ان حسب اللقب بازعه في صروق الظروف كلها عنا متعرفة منافسنا الموسمة كان نعم ممشي بالطريق كتير ممتاز بصدارة لفترات طويلة ادعونا نحن بحمص ارجي الناس ان احنا اليوم فريق باستحق البطولة وفعلا كان بعد منا في انهيار الفريق واسمي بعدة الظروف وعدة مراحل استغل لنا بشكل كتير قوي اليوم انت تستغل نتائج خصمك هون تبقى فريق كبير عرف مبروك لهالجمهور الحلو الحمد لله رب العالمين فرحناهون بيستاهلوا هاي البطولة ان شاء الله عقبال السادسة والسابعة بإذن الله يعني ما في اجمل من هيك لحظات بالحياة جمهوري بيستاهل انه يفرح بيلبق له الفوز جمهور هالمدينة الكبير العظيم ان شاء الله من نصر لنصر وهذا النصر لمحافظة اللادئية جميعا جمهور تشرين تعب معنا السنة وان شاء الله بإذن الله منوعده السنة الجاية وان شاء الله منوعد الجماهير كلها بإذن الله طموحنا أكبر من الدوري صار طموحنا بإذن الله نطلع على آسيا ونحقق اللقب ونطلع لنشارك نطلع بس للمشاركة لا بإذن الله طالعين لنجيب كأس الاتحاد الأسيوي لأنه نحنا عم نمثل سوريا وسوريا هذه السنة راح منا مقعد بدنا نحاول بإذن الله نرجع لهذا المقعد اللي غائب عن الجمهورية العربية السورية كما سواء أحلى دمسي جمهير تشرين كلها بيحبوني وأنا كمان بحبوني هذه السنة معها لم أساوتي مثل هذه السنة السنة الحمد لله رب العمين الله وفاني لدي كمان أكثر شغلات شاء الله محقالة كمان طموحنا أهل على آسيا ومساوي شيء بآسيا إن شاء الله الحمد لله الله اكرمنا بشغل الكادر سعيد جداً مع نادي شرين وجماهيرته كتير قوية بهدي النجمة الأولى لألي لنادي شرين وجماهيره والله شعور لا يوصف شعور كتير كبير والحمد لله التوج تعب سنين وشهور بالنجمة الخامسة ومشاء الله في السادسة والسابعة السادسة طبعاً أنا بدي أتشكر الزملاء اللي اشتغلوا بهذا التقرير الزملاء أحمد قاسم وأيضاً المصور الأي أحمد وأي العلاء غدير بالفعل كانت ليلة من ليالي العمر لنادي سوري أثبت وجوديته خاصة في السنوات الأخيرة هو نادي تشرين دكتور كانت كل المراهنات تدل على أن طارق جبان لن يصفر باللقب لكن الأمور صارت عكس ذالي شو السبب؟ هلأ بالبداية كان فيه شوي خلاف حول الكادر فني أنه راح يستطيع حافظ على اللقب وأنا برأي حكى كلمة الكابتن أنه لما بتكون في القمة الحفاظ على القمة أصعب بكتير من الوصول إليها أنه دائماً مطالب أنت شو ما عملت أنت محافظ على شيء عندك يعني أنت ما لك عامل الخارق لذلك كانت مهمته كبيرة وهو حكى كثير منطقية لما قال أنه كثير صارت مطبات بنادي الوسبب إخفاقات معينة في الفترة الأخيرة بالأمتار الأخيرة ساهمت كثير بأنه تشرين استثمرها بشكل صحيح رغم أنه كنا نحن والوسبب عام نمشي خطوة بخطوة ومع يعني خطر كبير ما نمحسوم يعني ممكن الوسبب ممكن نحن فالمطبات الوقع فيها نادي الوسبب بخسائر غير متوقعة هي بتدل على أنه تشرين يملك ثقافة البطولة أكتر لاعبينه تمرسوا على أنه إحراس البطولة بدون نفس طويل بدون هضوء أعصاب ما بدون توتر الكادر الإداري بيدركها الحقيقة أعلاميا والجمهور أمام أيام طب كان يوقف بقلب واحد أنه لا ما بتأثر المباراة البعضة هذه كلها نتيجة ثقافة البطولة يعني رضعها اللاعبين وأخذوها الإداريين وتمرسوا فيها فأحرزنا نجمتين هذه التالتة مباشرة تقدر النظر عن أنه النجمتين القديمات وخمس نجوم إنما عم بحكي على الجمهور الاستمرارية أثرت بشكل كبير على أنك تستوعب أي صدمة يعني مثلا خسارة جبري كانت كثير بالنسبة لأنه عملت ردة فعل خفيفة كثير عكس ما كان متوقع لأنه ليش؟ لأنه تشرين تشريني بيعرف أنه الأمل موجود والنقاط محددة حتى نحصل ببطولة ما كان في ردة فعل ما كان في شرخ ما كان في مشاكل إطلاقا وأثبت الكابتن طارق قدرته واستطاع قبل فترة ومثل ما حكى تعكيساتنا هذه الوسبة ساعتت أيضا وإحسمنا بطولة الدوري وهلا حاليا نحن الهم بتعرف أنت بالمشاركة الآسيوية ما دي تحدث عن مضوع المشاركة الآسيوية لكن ندي روح لليث برقدار مدير موقع اللاعبين السوريين المحترفين ليث يعني كان هناك ردد فعل أيضا من المدرب الألماني شتنجي على فوز طارق جبان بلقب بطولة الدوري برأيك يعني هو إنعكاس حول تدريب الفرق أو الأندية من خلال نظرة شتنجي للكرة العالمية؟ الكابتن شتنجي هو سبق أن أعطى وجهة نظره بخصوص الكابتن طارق جبان وهو يبدو أنه هو داعم كبير له وهو لن يقدم الدعم لطارق جبان ما لم يكن متأكد من الإمكانيات الفنية العالية للمدرب طارق جبان فعلا أنا بعرف العلاقة الشخصية بيناتهم جدا جدا قوية بس بالإضافة للعلاقة الشخصية أيضا هو يعني يبدو أنه عنده قناعة تامة بالكابتن طارق وبإمكانياته وفعلا هو محق بهذا الأمر أنا بس بختلف معك أستاذ أحمد بشيء بسيط حضرتك ذكرته أنا بقول أنه أساسا كان الريهان على نجاح الكابتن طارق مع نادي تشرين ما حققوا الكابتن طارق الموسم الماضي مع نادي الطليعة في ظل الظروف يعني الصعبة والقاهرة جدا بنادي الطليعة يعني يعجز أي أحد عن تحقيقه وأيضا ما حقق اليوم هو يعني إثبات مرة أخرى على الكفاءة العالية جدا للكابتن طارق جبان وأنا برأيي اليوم الكابتن طارق جبان بمكان أنه هو بلا منازع حاليا وبناء على ما شاهدنا أنا اليوم فيني أقول أنه الكابتن طارق جبان حاليا هو أفضل مدرب سور ليس أنا بدي أعطيك معلومة يعني على كل حال يعني موضوع الريهان كان على أعلى المستويات في كرة القدم السورية حقيقة بفشل هذا المدرب في ظل الظروف اللي كانت موجودة بنادي تشرين لذلك عندما أقول بأنه كان هناك ريهانات بالفعل كان هناك ريهانات أنت أكيد حضرتك ساز أحمد أدرا بالأجواء الداخلية بمدينة اللازقية باعتبار تواجدك على الأرض وباعتبار أحلاءاتك وتواجدك يعني في صلب الجو خليني أقول بس أنا من بره إذا بدي أنظر على الموضوع أنا بقول كان يعني خيار الكابتن طارق خيار إدارة نادي تشرين بالتعاقد مع الكابتن طارق من البداية أنا بشوف ضربة معلم جدا كبيرة من إدارة نادي تشرين بأنه هي فعلا تعاقدت مع الكابتن طارق جبان واستقطبت الكابتن طارق جبان لأنه أنا برجع بقول لك ما حققه مع نادي الطالعة وما قبل نادي الطالعة ما بتواجده مع المنتخب الأول وأيضا اليوم يعني السمرارية اللي هو فيه مع نادي تشرين برجع بقول لك مرة تأثيره هو بالمكان بدي أسأل الدكتور ثائر يعني دكتور موضوع طارق جبان تحديدا هو أتى إلى فريق جاهز ولعبين محترفين أو لعبين على مستوى جيد هذا اللي يساعده أن يأخذ بطول الدوري ولا العكس ما فهمت بالعس كيف يعني ممكن يكون هو مدرب عالي خليني يكون لو ما رح يعجب حدا كلامي يعني نعم بشكل عام كثير من اللاعبين عم يعملوا تعاقدات بكثير أندية بالفترات عم حكيك بالسنين الخمسة الأخيرة نعم بعد ما خفت الأزمة وصار فيه مجال للانطلاق أكتر خلينا نحكي أكتر من اللاعب يحقق النجومية الكبرى والانطلاق الحقيقية من خلال نادي تشرين بسبب الجماهير الكبيرة نعم في نادي تشرين نادي تشرين بطل دوري نحن عندما تم التفكير أو وضعت عدة أسماء للاختيار لمدرب لنادي تشرين طارق جبان سأتفق معك من دمشق الكثيرين في اتحاد الكرة في غير اتحاد الكرة لن يحقق لكم طارق جبان أي إنجاز هذا كلام مسؤول تماما عنه والكابتن طارق بيعرفه نحن راهنا على طارق جبان لأنه منين جيت المراهنة دكتور؟ أنا أقول لك طارق جبان خلال تجربته خلال تجربته مع الطليعة تحديدا وبدك منرجع بكل نادي اشتغل فيه كان كتير رجل ناجح بدون ما يملك لا شك بدون ما يملك مقومات النجاح الكاملة يلي هي بتشرين إذن أنت عندما تدخل بوابة البيت الأصفر تحققت أمامك كل مقومات النجاح إذن جاء مرتاحا أيوة جاء مرتاحا لديك جماهير وكلهم إدارة بالتأكيد صحيح أي خلل بتشوف كل واحد عم يصرح رئيس نادي لذلك العمل بنادي تشرين إداريا صعب كتير أمام جمهور كتير عاشق وما بيرحم جمهور نادي تشرين النقطة الثانية أنه في نادي تشرين أسماء والثالثة أنه هو بطل دوري ولم يكن غادر أحد لما إجاء طارق جبان يعني ما كان راه عبد الرزاق ما كان راه لما رجل يملك الإصرار يملك العزيمة واستطاع بوضوح إكمال المسيرة وهذا أمر كتير كتير جيد وممتاز ويسجل إله بس أما أنه طارق جبان وين ما راح بيفشل إذا ما كان عم يدرب بنادي الجيش المدعوم والمحسوم النتائج لإله بيجيب أي لعب وبياخذ هذا الكلام كان شائع وعن تجربته وخلافاته بالطليعة أنه بكرة بيختلف مع الإدارة وقبل أنه بالجيش حدث خلاف وقبل أنه إجراء عقد من نادي تاني ورجع ألغي العقد وغيرها أنه كانت في حم الحملة اللي كانت مقامة على طارق جبان كانت قوية فنادي تشرين بخبرة وبيهدوء إذن جاء مرتاحا إلى نادي تشرين بس عم حب وضح للأخ ليس يمكن هو هوني 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 وضحناه أنه كان فيه لغة حول طارق جبان ورد عليه طارق جبان بالنتائج واللي ساعده أكتر بالميدان ونحن في نادي تشرين كنا معه نحن اللي بيشتغل الكل بيكون تعاونه مع بعض كل يوم تماما أسرة واحد لذلك أنا دائما أميل أنا أول ما أطلق البيت الأصفر من سنين نادي تشرين مقارنة ما بين البيت الأبيض والأصفر ويوم توين ووف وكيف البيت الأصفر اللي بيدخل البيت الأصفر أستاذ دائما آمن من دخل البيت الأصفر فهو آمن يعني بيشتغل حتى يغادر لذلك أنا بقل لك نادينا كتير بيقدم مقاومات لأي شخص طيب هاي بتجيب لي عمار شمالي مبدع راح على الوسبي ما استطاع لو كانت ثقافة العمل الإداري والجماهيري كان ممكن هزة واحدة بعد الاتحاد تبعها هزات يعني هاي دي تحتاج خبرة وثقافة الفوز والانتصار وبالأخص ثقافة البطولة هو على كل حال نحن بدأ نقفل آآ ملف الدوري ونروح على ملف الكأس الاتحاد الآسوي لكن قبل ما ننتقل على كأس الاتحاد الآسوي ومشاركة نادي تشرين ونادي جبلي خلونا نشوف مع بعض جدول ترتيب آآ الدوري في النهاية كيف آآ آآ اصبح طبعا راح نشوف آآ على الشاشة آآ ترتيب الدوري السوري لكرت آآ القدم لهذا الموسم طبعا تشرين حصل على بطولة آآ الدوري بآ آآ 62 نقطة يليه الوثبة بن مركز الثاني بahnوا ما خمسين الجيش بسته واربعين الوحدة بتسعة وثلاثين أهلي حلم بثمانه وثلاثين الطليعة بستة وثلاثين جبلة بخمسة وثلاثين الكرامة بخمسة وثلاثين يعني شوف دكتور من المركز الرابع آآ آآ تقريبا يعني كلو بتلاتينات يعني بتسعة وتلاتي реально تسعة وتلاتينا وثلاثين يعني تلاتينات mini دلبي رأيك يعني. هلأ تقارب تقارب بالمستويات. مستويات. اه. تقارب بشكل كبير. بالمركز التاسع الفتوى بخمسة وثلاثين. شوف يعني المركز يدعش تقريبا يعني الحطين طبعا مبروك. كله ثلاثينات مع عدد صحيح. اربعة وثلاثين الشرطة بثلاثة وثلاثين. الحرجلة بسبعة وعشرين والنواعير خمسة عشر وعفرين. خمس نقاط فقط طبعا الشرطة الحرجلة والنواعير وعفرين هبطوا الى الدرجة الاولى. بيتحول مباشرة لكأس الاتحاد الاسيوي ومشاركة تشرين وجبلة. طبعا لغط كبير بموضوع الفوضى والقوانين الغير مسؤولة ايضا لتشرين ولجبلة اللي راح يمس له كرة القدم السوري ليث. يعني انت كتبت على مشاركة تشرين وجبلة وبشكل قانوني. انه لن يستطيعوا ابدا طبعا التعاقد مع لاعبين. من سوحيت هذا الكلام. استاذ احمد هي فعلا شائكة القضية. ولحنا لابد من الغوص ومناقشة تفاصيلها ومعطياتها لحتى نحاول نلاقي التفسير المناسب. اليوم البطولة كانت تقام قبل الكورونا على مدار موسمين. يعني هي كانت تقام على عام واحد على مدار موسمين. مثلا بطولة 2016 كانت تقام بنهاية 2015-2016. ثم فيما بعد تستكمل ببداية 2016-2017. وبالتالي كان الفريق يشارك بالأدوار الأولى من البطولة بنهاية موسم بتشكيل وبقوائم. ثم يشارك في الأدوار الثانية النهائية من البطولة ببداية موسم آخر خلينا نقول وبقوائم وبتشكيلات مختلفة. الا انا هذا بشوفهم من الاساسات دخلة اللي تحمل مسؤوليته الاتحاد الأسفل. كيف انت عم تخلي الفريق يشارك ببطولة واحدة على مدار موسمين. هي خطأ انا كبير بشوفهم من الاتحاد الأسفل. ولكن اجت الكورونا فصارت البطولة تنظم عند نهاية الموسم. طب شو الفرق بين الموسم الماضي مشاركة نادي خلينا نقول الوحدة وتشرين السنة الماضية مع مشاركة تشرين وجبل الموسم الحالي. الموسم الماضي بشهر خمسة خلص الدوري وخلص الكأس. بعدين بدأت مشاركة الاندية السورية بكأس الاتحاد الآسيوي. والاندية السورية تعاقدت مع اللاعبين بموجب عقود جديدة يعني خلينا نقول كانت تتبع لي على الموسم القادم. باعتبار انه فتحت فترة الانتقالات الاولى وتم تسجيل اللاعبين. لا انا هي من الاساس بشوفها خطأ يتحمل مسؤوليته الاتحاد الآسيوي. لانه انا كيف بخلي الاندية تشارك ببطولة بتشكيلة بعد سنتين من تأهلها للبطولة. يعني انا تأهلت للمشاركة الموسم الجاية. انا ما لازم الاتحاد الآسيوي يسمح لي شارك بالبطولة بتشكيلة الموسم ما بعد المقبل. بس هي بتحمل مسؤولية الاتحاد الآسيوي هو سامح بهذا الشي. طيب ليش اليوم الاندية ما بتحسن تعمل هذا الشي. لانه البطولة لانه باختصار الموسم لم ينتهي باعتبار فيه بطولة الكأس. هلا انا بالمادة ناقشت هالحالة بانه انا ذكرت امثلة. طيب اليوم نادي جيج في عنده لعبة مطلوبين للمشاركة باحد الناديين. باي صيغة بالعالم بده ينتقل هذا اللاعب للمشاركة مع نادي تشريم وجبلة والكأس السماع خلصت فهو كيف بده يرجع لنادي بعد انتهاء المشاركة الآسيوية. انا بشوفها قانونيا غير سليمي. ولكن اتحاد كرة القدم يعني بلجنة المؤقتة اصدر بيان تأكيد على هي الحالة وشرحها وقال انه اذا اللاعبة فسخت عقودة مع انديتا هي بامكانها تنظم لتشهرين او جبلة يعني بيموجب فترة الانتقالات المقبلة الاولى المقبلة اللي تتبع للموسم القادم وبالتالي اللاعبين بيصير ما فيهم يشاركوا مرة تانية مع عنديتهم ببطولة الكأس الحالية. انا برأيي يعني انه الامر غير سليم ولكن يعني لابد انه يكون يعني اكيد اللجنة المؤقتة هي ادرة بهذا الامر ولكن انا اذا بدي حللها تشوفها غير سليمي انا كيف بدي افتح انتقالات للموسم الجاي والموسم الحالي ما خلص. طيب. ولكن لابد انه هو يكون اخذ عليها موفقة الاتحاد الاسل. نعم. نقطة اخيرة تانية. ليش لحنا الاتحاد السوري لانه اليوم انا عم شوفه على الفيسبوك الجمهور عم يطرحه عن عدم درايب. انه ليش الاتحاد السوري ما يفتح حلق فترة انتقالات تانية تسمح للانديا بالتعاقد مع اللاعبين. هلأ هي فترة الانتقالات هي شأن داخلي ولكن هي مضبوطة من الاتحاد الدولي. انه هي يا بتكون صيفية وشتوية بفترات معينة او بتكون فقط صيفية او بتكون فقط شتوية. ما فيني انا افتح فترة امتقالات قبل نهاية الموسم 15 يوم. جيد. دكتور يعني انت قريب جدا ايضا من امتحاد كنت القدم واللجنة المؤقتة. وايضا كنت قريب يوم قابل امس يعني مع الاستاذ فراس مع الله. وابدى استعداده للمساعدة الناديين. يعني كل هالفوضة اللي صارت بالدوري السوري توقفت المسألة عندها مساعدت شنين واجبلي في نهاية الامر هون ممثلين للكرة السورية. هلا اه عمليا انا باعتبر انك عم تساعدني لما الانا بوقع بمطب وانت بتمدي يد العون لاني. نعم نعم. اما لما انت بتدفعني على المطب وعالجورة وبتنزلني فيها وبالاخير بتجي بتحاول تساعدني. انا برأي اللجنة المؤقتة هيك عملت. طلعت اذا بتعرف القرار اللي صدر بانه بحق اه انه نجري تعاقدات مع اللاعبين. لكن من خارج اني المشاركة بكات الجمهورية. اه اه لا بدون من خارج. هيدا اه طلع بالشهر الرابع بنهاية اه اه اربعة اه بحقلك تتعاقد مع لاعبين بشرط بانه بكأس الجمهورية عودوا للنادي الام. يتابعوا مع النادي الام. بناءا عليه. نحنا ما حكينا مع لاعبين خارج سوريا. كان بامكان الادارة والشركة الداعمة تتواصل مع كتير لاعبين اه افارقة او غيرهم وهذا مسموح. خاصة انه لا تسكى. هلا حاليا مفتوحة انك فينك المشان الكشوف لتلاتين سبعة. نعم. يعني تعمل تعاقدات وغيرها. بس في عالم حملت اه ادارة نازل شيرين بالتأخير بموضوع التعاقدات للمسلم القادة. لا نحنا بناءا على هذا الموضوع. اه حاسميننا نحنا تماما مع اللاعبين. مع الواكد. مع مشلب. خطاب مشلب. مع كرم عمران. مع لاعبين. نحنا مسميين اللاعبين. بوادقجي. اه ليس احمد حد. هادون في حال اه طلبون خلص ما بيرجعون. هادون نحنا حكينا معهم. ما بيرجعون الله الله. هيدون بحق كلهم يشاركوا باسيا بناءا على كتاب اللجنة المؤقتة. جيد. على ان بعد العودة يعودوا اللي انديتن للام. لمتابعة كأس الجمهورية للفرق اللي باقية بكأس الجمهورية. وبالتأكيد انا مرح اتعاقد مع لاعب من نادي عفرين. اه اكيد الاندي اللي اتعاقدنا معها كلها باقية بكأس الجمهورية. اللي حدث بعدين انه لا يحق مشاركتهم بكأس الجمهورية. انه انتهي عقودهم بواحد ستة. انا اذا راح الواكد وما بحق له يرجع يلعب معي بكأس الجمهورية الا بعقد جديد. هو ما عنده رغبة مسلا يلعب مع الجيش. بدي ادفع اموال كتير كبيرة انا للاعب. انا ادفع انا ليش له اعطي له تشري. انا فقط للا للاواكد نعم. فهلا الحلول انه بده يتأجل الكأس الجمهورية وتحريرك يشوفه بواحد ستة. فصارت اه التدخل الاستاذ براسم علا. لما لحكيته انا بالملعب انا وكافة اله بحضور الجميع. كان كتير انسان رائع. وخاطبنا اللجنة الاسيوية. انه نبعث كتاب انه تعليق انسحابنا. اه مشاركتنا هو ليس رسمي. وفعليا لم يكن رسمي. هي عبارة عن ورقة اه ضغط يعني كانت على موضوع اللجنة مؤقت. هي تغيير يعني. هي هي على اللجنة المؤقتة. فلما ناشدت الجماهير الاستاذ براسم علا التدخل. وخاطب انه بده كتاب للاتحاد الاسيوي. ونحل الاشكال هذا بارضه. اما عمليا قصة الكأس الجمهورية. اه شأن داخلي. وبامكاننا مباشرة على موضوع انه يرجعوا ويتابعوا بكأس الجمهورية. استثناءنا من فقرة معينة مع الاتحاد الاسيوي. هي بتحل الموضوع. وهذا بتصور. جيد. هلا معه كان عنده مداخلي ليس. ليس شو رأيك يعني بالفضل. هلا. هلا. انا يعني انه انه تروح الاندية تشارك مع تشيرين وجبلة ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي. وبعد انتهاء البطولة انه ترجع تشارك بالكأس. لا يمكن قطعا هذا الكلام ولا بأي قانون ولا بأي مكان ولا بأي استثناء. لانه اليوم فترة الانتقالات هي شأن داخلي ولكن هي مضبوطة كمان من الاتحادين يعني من الاتحاد الدولي. لا لا يمكن ولا بأي شكل من الاشكال. انا برأيي اللي وصلنا لهون هو تأجيل المسابقة اولا واخرا فقط لا غير. صحيح. اهتي ترحيل للكأس وترحيل للكأس. انا بتصوري كابتن لا يوجد حل. لانه اليوم رأينا نسأل حال ما؟ سؤال. بموجب اي فترة انتقالات رح تنتقل اللاعبين لتشرين اوجب له. اذا كانت بموجب الانتقالات طبع الموسم الحالي فهي لا تمكن. لانه الدوري لم يخلص الموسم. ولا حطنا الهالكالس مفرس يا صحيح. لا يمكن لا يمكن. اذا كانت بموجب انتقالات الموسم الجاي الموسم ما خلص. هلأ في دكتور دكتور انه اليوم هناك اجتماعات اليوم اجتمع رئيس نادي تشرين ورئيس نادي جبلة واللجنة المؤقتة بمكتب رئيس الاتحاد الرياضي العام الساعة وحدة الاجتماع لمناقشة الموضوع يعني مثلا كأس الجمهورية اذا اجلت اجلت وخاصة انه بعد ايام محدودة خمس ستة ايام يعني انت بواحد ستة عمليا رح تنفك تحرر الكشوف بالتالي يعني بشكل قطعي نحن من مسر سوريا بناء على اللجنة المؤقتة اخدنا قرارات تعاقد مع هدول ظهورنا في اسيا هو ظهور الكرة السورية فاخطاء اللجنة مؤقتة وغيرها يفترض تداركها معنطة معينة ما بعرف اذا هو مطرق للاخ ليس هي انه نحن باسيا لانه غير معتمدين بدوري المحترفين الاسيوي دوري المحترفين يتطلب ملعب يتطلب استثمار يتطلب الجنة قانونية يتطلب حسابات بنقية معينة يتطلب هالامور هاي هاي الامور نحن محققين قطعا نحن مسمعين حالنا دوري ممتاز ومحترفين وعراسي وعيني بس باسيا نحن ماننا بهذا الوضع نحن امام ظروف معينة ويفترض يفترض انه استماح بهون وبعدين داخليا العلاقات اما كقوانين وأنظمة اني العب انا وارجع شيء للكشف وحطه هي امر طبيعي الكل اللي بيعني انه قانونيا مانا قانونية ونحن عم نقول انه صرنا بورطة البحث عن حلول الحلول اما بترحيل الكاس مثل ما عم يحكوا بتصير 22-23 هذا احد الابطراحات يعني الغاء الكاس الجمهوري لهذا الموسم يعني لأأنه ترحيله ألا ترحيله لبعد الشهر السادس ايه ترحيله لبعدين عمليا هون يدوروا بالكشوف الجديدة حتى اللاعب يعني هون لما بده يلعب مع تشريم انه الجيش حقه يتمسك فيه وغيره انا عمقلك اذا تأجل الكأس الجمهوري لبعد واحد ستة يعتبر بواحد ستة الموسم نتيجة دخل اللجنة الفنية ترحيل الكأس الجمهورية هذا من الاقتراحات اما الاقتراح الاهم انه كقضية داخليا تلف بين رؤساء الاندية انه اخي هيدول سمعت وطن ولما بيرجعوا على كأس الجمهورية اللاعب اللي بده يشارك اذا دخلت القيادة الرياضية مثل ما وعدت بحسمة وحلة مع الرؤساء هذا موضوع بيتحدد اليوم وعلى الاغلب وعلى الاغلب رح يوجدوا حل يعني على عادقه للاستاذ فراس متأكد انا كتبت نعم كتبت حتى بال اخي ليس يعني عندك موضوع حتى الاتحاد الاسعوي او حتى الاتحاد الدولي اللي قلت القدم ممكن يكون منتبه على هذه النقاط يعني ممكن يتدخل بهذا الموضوع او يفرض عقوبات نصرة تمام انا عندي نقطتين على هذا الكلام بالنسبة لموضوع انه يتم تعاقد اللاعبين مع تشترين اوجبلة بناء على الفترة الاولى من انتقالات الموسم المقبل على ان يرجعوا لانديتون للمشاركة بمباريات الكأس انا اتصور انه هي يعني غير قانونية ولا تجوز ولكن اللجنة المؤقتة ذكرتها بالتعميم الاخير وبالتالي هنن ممكن يكونوا اخدين عليها موافقة الفيفا لانه مستحيل يذكروها اذا مؤاخدين عليها ممكن موافقة او هنن عنده نوجة نظر قانونية اخرى تحترم ولكن انا تصوري الشخصي انه لا تجوز اما بالنسبة لموضوع انه لحنا مالنا محترفين اكيد لحنا مالنا محترفين ولكن لحنا مالنا موجودين بدوري ابطال اسيا ولكن هذا الكلام لا يعني انه اليوم بسوريا اذا بدنا نحاول نوصف الحالة بشكل اضرق دوري الدرجة الاولى بسوريا هو دوري غير محترف ولكن اليوم الدوري الممتاز هو دوري محترف على الورق وبالتالي فترة انتقالاته مضبوطة من الاتحاد الدولي لانه انت هلأ في عندك سيستيم اليوم في عندك تي ام اس اذا اللاعب جاي من بره سوريا في عندك كونفورميشن في عندك اي تي سي هدول كلياتهم مضبوطين من الاتحاد الدولي والامور قطعا ما لابهي العشوائية يعني اليوم نحنا داعمين بكل تأكيد لمشاركة تشرين وجبلة واكيد هنا نعم بمثل سوريا ولكن هاي ما لدورة الصحفيين او دورة دمشق الدولية هاي دورة يعني تنظم برعاية الاتحاد الاسيوي لابد ان يكون في الى يعني ضوابة معينة انا تصوري انه لا يوجد حد هلأ بالتأكيد مانا معلومة جديدة انه نحنا دورة ممتاز وبالتأكيد مانا معلومة جديدة انه هاي فيه ارباك بدليل اثرنا الموضوع بشكل كبير انه يلعب لاعب الجيش مع او لاعب الوسبي معنا ويرجع لنادي بنعرف هاي دورة ارباك اوقعتنا في اللجنة المؤقتة وبالتأكيد مانا اتحاد الاسيوي بس نحنا نحنا مثل ما اخبرنا رئيس الاتحاد كورة القدم السابق الاستاذ صلاح رمضان انه على المادة 49 على 6 يلي بتنص على انه للمحترفين دورة المحترفين المعتمد بالاتحاد الاسيوي على النسخة العربية انه نحنا لم نعتمد ضمنه لم نحقق شروط ضمنه لم قال انه بهذه الفقرة اضافة لظروف البلد او غيرها بقي مباريات محدودة للكأس ممكن انه الاتحاد الاسيوي ياخد بعين الاعتبار وضع البلد وغيرها وخاطبنا نحنا اللجنة القانونية عم تخبر اللجنة القانونية انه الامور الداخلية هاي دي ام كان شأن داخلي لو ما عملنا شوشرة الزائدة هلا مثلاه انا انا هلاي اجاني سؤال اجاني سؤال من الاستاذ اللقاء اصعد هو مخرج البرنامج اليوم عم بيقول يا طب بك احد الاندي المشاركي قدم شكوه بهذا الموضوع هذا اللي عم نحكي فيه انه لازم تكون على عاتق وضمان رئيس الاتحاد الرياضي العام يعني هو غير على عاطقه لأنه غير أنا لما بتقلي أنه هذا الموضوع قانوني ولا غير قانوني بتأكيد لو قانوني تشرين ما بحاجة لا نحكي هون ولا هون أنتوا دخلتونا ببعض الزواريب كلجنة مؤقتة الاتحاد الرياضي العامع بحاول يحل وهذا الموضوع اللي بده يحله بده يكون على عاطقه بتأكيد أما معنى مخالفة مخالفة أكيد معنى دقيقة واحدة فقط ديكتور ما شاء الله عليك بجوز بتلس ساعات ما بتخلص أخي ليس معنا عشرين ثاني معك شو بتقول بهذا الموضوع بالنسبة لمشاركة تشين وجبلة بك استحاد الاسيوي و بطولة الدوري لتشرين بدي بس أحكي شغلتين معك عشرين ثاني البطولة يعني أنا برأيي هي البطولة متاحة لسوريا ما لصعبك ازل الاتحاد الاسيوي مثل قبل عشر سنين البطولة قبل عشر سنين كانت بغاية الصعوبة اليوم البطولة سهلة جدا وأنا بشوف تشرين والله بتشكيلته الحالية وبدون تدعيمات قادر على تحقيق الخبر البطولة بكل عناصره فان شاء الله هنه نأدى وكل الدعم لتشرين ولي جبلة شغلة تانية كل ما حصل يؤكد أنه اليوم يعني من يجب أن يتواجد باتحاد كرة القدم لابد أن يكون بمؤهلات معينة صوتك أماني لكل حدا اليوم بيبدي يصوت بانتخابات اتحاب كرة القدم بانتخاب الأفضل لأنه من أوصلنا لهون هو اتحاد كرة القدم السابق بكل عشوائيته بكل يعني سوءه لإدارته بالأمور الرسالة الأخيرة هي لكل من سوف يصوت بالجمعية العمومية بانتخابات كرة القدم صوته كمان دكتور معنا نص ثانية تفضل بدي شوف أنه سفر اللاعبين والوفد اللي راح متشرين في منهم كتير عملوا جوازات من هون بدي تشكر بشكل كبير العقيد خالد العلوي رئيس فرع الهجرة والجوازات اللاسقية يلي كتير تعاون وكتير إنسان رائع ومكسب كتير لمحافظة اللاتقية وخلالك راح نوجه له تحية تحية كبيرة للعقيد خالد رئيس فرع الهجرة والجوازات هذا لا يخفى على أحد يعني أنه المسألة الوطنية هي تحتاج إلى تكاتف الجميع في نهاية الحلقة أنا بتشكر ضيوفي الكرام اللي كانوا في هذه الحلقة الدكتور ثائر توفيق حسن الصحفي والناقد الرياضي استألنا حكي على موضوع انت خفت بس في حلقة ثانية حلقة ثانية شربت دكتور شكراً كتير لألاك والتلفزيون أغاريت وكتير كتير أنا بكون دائماً سعيد معكم شكراً للأخ ليس وإن شاء الله بيكون التواصل دائم أيضاً بدي تشكر السيد ليس بيرغدار كان معنا من ألمانيا مدير موقع اللاعبين السوريين المحترفين شكراً يا السيد ليس شكراً كتير لكم متشرفت فيكم كباتين وألف مبروك لنادي تشرين وبالتوفيق إلى آسيا وكل الشكر أيضاً لكل حدا كان عم سمال اللي طبعاً برنامج كلام في الرياضة لا ينتهي كل شكر لكل الأصدقاء في هذا البرنامج لا ينتهي الكلام في برنامج كلام في الرياضة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة